السلام عليكم السؤال إذا الشخص أخذ لقاح الكورونا ومر عليه أسبوعين بعد الجرعة الثانية من اللقاح فهل هذا يعني أن الشخص أصبح ممنع ولا ينقل الفيروس للآخرين ويمكن أن يرفع الكمامة في المجتمع الجواب القصير على هذا السؤال هو لا الشخص الملقاح يمكن أن يصاب بالفيروس ويمكن أن يحمل الفيروس في أنفه لكن دون أن يصاب بالمرض أو يشعر بأعراض وبالتالي مدام الفيروس يمكن أن يوجد في الأنف فعندها يمكن أن ينقل إلى الآخرين هناك أيضا احتمال أن يصاب الشخص بالفيروس وأن يصاب بالمرض لكن غالبا تكون الإصابة خفيفة واحتمال أن تكون الإصابة شديدة هو تقريبا صفر دعونا نتذكر أن فعالية اللقاحات تتراوح بين 70 إلى 95% حسب نوع اللقاح ماذا يعني ذلك؟ حوالي 70 إلى 95% من هؤلاء الأشخاص الذين تلقحوا تتشكل عندهم حماية تجاه الفيروس بشكل كامل أو أنهم قد يدخل الفيروس إلى جسمهم ولكن لا تحدث عندهم أي أعراض ولكن يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى الآخرين نسبة نقل هذا الفيروس إلى الآخرين هي أقل من غيرهم من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض ولم يكونوا ملقحين حيث أن الحمل الفيروسي أو تعداد الفيروسات عندهم في الأنف يكون قليل نسبة لغيرهم النسبة المتبقية من الأشخاص هلية 5 إلى 30% من الملقحين طبعا حسب نوع اللقاح قد لا تتكون عندهم مناعة كاملة وبالتالي الشخص يكون عرضة للإصابة بالمرض إذا تعرض الشخص للفيروس يمكن أن يصاب بالمرض لكن على الغالب تكون إصابة خفيفة ولا تشتد الأعراض أو يتطلب الدخول إلى المشفى في دراسة أجريت على تقريبا 2900 شخص ملقح تبين أن الحمل الفيروسي في حال أو تعداد الفيروسات في حال إصابة الشخص يكون منخفض إلى ربع ما هي عليه أو ما هو عليه عند الأشخاص الآخرين غير الملقحين فيما لا أصيبوا بالكورونا حتما وجود عدد أقل من الفيروسات في الأنف يعني انتشار أقل للفيروس بين الأشخاص كذلك من جهة أخرى الشخص الملقح يبقى عرضة للإصابة بفيروس متغير أو سلالة جديدة من الفيروسات حيث أن اللقاح لا يوفر مناعة تجاه بعض السلالات الجديدة مثل سلالة جنوب أفريقيا من هنا ننصح بضرورة متابعة وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجنب السفر إلى مناطق معروفة أن نسبة السلالة الجديدة فيها عالية مثل جنوب أفريقيا حتى ولو أخذ الشخص اللقاح دمتم بخير والسلام عليكم